وقع خلاف بين سيدنا أبو بكر وبين سيدنا عمر رضي الله تعالى عنهما وكان سيدنا أبو بكر معروف بطبعه الحاد فأسرع بكلمة إلى سيدنا عمر وبعدها ندم فقال سامحني يا عمر اغفر لي فقال سيدنا عمر لا أسامحك ولا أغفر لك وبعدها انطلق سيدنا عمر دون أن يسامح سيدنا أبو بكر فحزن سيدنا أبو بكر لأن سيدنا عمر لم يسامح فانطلق سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره فقال يا رسول الله لقد حدث شيء بيني وبين سيدنا عمر وأسرعت إليه بكلمة لكنه لم يسامحني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر غفر الله لك يا أبا بكر عادها ثلاث مرات ويقول أبو الدرداء راوي هذا الحديث ثم أن عمر ندم وأراد أن يغفر لأبا بكر فذهب إلى منزله لكنه لم يجد فقال العله أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق باتجاه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول راوي الحديث أبو الدرداء وبينما نحن جالسين فأقبل علينا عمر فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا علامات الغضب ظاهرة على وجهه فقال له أبو بكر وهو جاثيا علي ركبتيه بل أنا كنت أظلم يا رسول الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى أبي بكر وحينما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر فقال ما هي عمر أي ماذا يا عمر أرسلني الله إليكم فكذبتموني وصدقني أبو بكر وواساني بماله ونفسه فهل لا تركتم لي صاحبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وارضى عن سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي